بسم الله الرحمن الرحيم أن تتبع من المصحف لماذا؟ حتى تتعرف على الحركات والحروف وأيضا رموز المصحف أيضا عند حال التدريب إذا قرأت لك الكلمة أو الآية أن تركز جيدا لتنطقها نطقا صحيحا أيضا إذا تدربت على النطق لا تستعجل وليكن همك الإتقان وليس الاستعجال والانتهاء أيضا أن تنتبه لعلامات المصحف التي درستها وكذلك أحكام التجويد ومن تلك العلامات تذكرون هذه العلامة علامة ماذا؟ نعم السكون وتدل علامة ماذا؟ على أن الحرف مظهر وأيضا هذه الألف الصغيرة المحذوفة يعوض عنها بألف صغيرة تمد آ وأيضا تنتبه لهذه علامة المد توجد فوق المتصل والمنفصل وكذلك اللازم وتعطي أيضا النون المشددة والميم المشددة حقهما من الغنة ثم إن وهذه تأتي مع القراءة بتأني أيضا تنتبه لهذه الميم الموجودة فوق النون أو عند حركات التنوين هذه علامة الإقلاب أو القلب لتقلب ماذا؟ النون إلى ميم أو التنوين إلى ميم أيضا أيضا تتعرف على أحكام التفخيم والترقيق سواء كان للرآة أو للام لفظ الجلالة وأيضا هذه علامة ماذا؟ رأس الآية ونهاية الآية تقرى فإذا وصلت إلى نهاية الآية تقف وتأخذ نفس ثم تكمل ولا تصل آية بآية حتى لا ينقطع النفس وأيضا تنتبه لهذه العلامات صلاة قلاة والجيم تدل على ماذا؟ نعم علامات للوقف هذه صلاة الوصل أو لا وهذه قلاة الوقف أو لا وهذه الجيم جواز الوجهين الوقف أو الوصل الآن نأخذ بعض الكلمات لاحظوا الآن نونساكن بعد هيا إدغام بغنة كيف نفعل ذلك؟ نقول فمن يعمل فمن يعمل ندغم النون مع اليا مع غنة ولا نقول فمن لا قل فمن يعمل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لاحظوا الآن الكاف مضموة بعدها سكون كف كفران كفران فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه كفران لاحظوا الآن لا يوجد شدة هنا فتحت فتحت لا تقرأ فتحت فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج فتحت فتحت لاحظوا الآن تنوين بعد همزة شاخصة أبصار شاخصة أبصار تظهر التنوين شاخصة واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا شاخصة أبصار شاخصة أبصار الآن لاحظ لدينا هنا مدان هؤلاء ها هذا مد ماذا؟ منفصل أولاء لا هذا مد ماذا؟ متصل نعم فتمد لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها هؤلاء لاحظوا الآن تنوين بعده ف يخفى نعم وكل فيها خالدون وكل فيها خالدون انتبه التنوين أو النون الساكنة بعدها ف تخفي أما الميم الساكنة بعدها ف تظهر منبهنا السكون دليل على ماذا؟ الإظهار فتظهر الميم فتقول لهم فيها لهم فيها وهنا وكل فيها وكل فيها أما هنا لهم فيها وكذلك هنا وهم فيها استمع لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون واحذر لدى وو وفا أن تختفي لقربها ولاتحاد فعرف انتبه الفا أن تختفي الميم عند الفا لهم فيها الآن بعد أن تعرفنا على بعض الكلمات نستمع إلى الآلات تبع وكرر معي أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّم حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الآن بعد أن استمعنا إلى بعض الكلمات وتدربنا عليها وطبقناها واستمعنا إلى الآيات أعد المقطع مرة أخرى وتدرب مرة ثانية حتى تتقن ثم استمع إلى قارئ متقن ثم أيضا طبق من غير السعجال أسأل الله تعالى أن يجعلك من أهل القرآن وأن يوفقك لكل خير والله على ما وعلا ترجمة نانسي قنقر